السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و صمدي هالنهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع ديال شحال ممكن نعطيه للذكر يعني من انتة في اليوم الواحد يعني طريق هو التلقيح يعني شحال نقدرو نعطيه من نتوة في نهار واحد يعني قبل من نجاوبوا على هاد الاجابات نهارو بعدها على الذكر الذكر شحال المدلق يبلغ فيها المدلق يبلغ فيها اللي يتعطال الانثى هاد بهاد ذكر هاد هو ربقي عنده التورونس هاد انا منعطيهش الانثى منعطيهش الانثى عش لانا وخير هاد يلقحها هاد يجيب عدد قليل يجيب عدد قليل اه تباك الله هذا اذا اذا اشوف الحيوية لي فيها وادراها الشانشين لكحل اذا لقحت بيه شحال من خطرة أتباك الله رام زيان وهذا باب يونتهوه يلا الله بديت كاللقح بيه اه شحال خاص يكون في العمر دياله في الحقيقة ديال بالصح هو خاص يكون عنده ربع شهر إنه يكون عنده ربع شهر سوف يتم مرة قابل أنه يلقح ويعطيك واحد العدد اللبأس به مثلا يعطيك واحد سبعة ديال الصغار ولا ثمانية ولا اتناش مهم إنه يكون واصل حنا كنقوله عليه واصل القضية ديال هاد السائل دياله حقيقة اسمه هو السائل دياله يعني السائل المنوي دياله هو في الحقيقارة هو الصحة دياله يعني ماشي غدي نقوله مثلا صافيه دارا كي يلقح غدي نجيه مثلا مثلا نقوله نجيبه له واحد عشرات من نسوات ولا نعطيهم له فاخترة يعني هم قاوم نقوله له لقح تم مرة غدي كونوا متأكدين أنه ديك السائل المنوي دياله غدي هو غدي غدي تفرز بواحد كمية كثيرة غدي تحسوا بيه ما بقى شوه هادك كي يننع الناس اللي يعوتاني كي يبقوا يكريوه يعني كي يشدوا واحد داكر كي يقولوا صافيه داراك كامل الفوحوله رهم زيان نبقى نكريه إما ما يبقى يكريه؟ أولا يقدر يجيب شيء أمراض على بره يعني يقدر يجيب وحد نتوافيها شي مرضى على بره إذا ما كانش شي واحد معرفان يقدر يجيب القاطع دياله وحد المرضى ثانياً يلمشتها تبقى يعطيه مراراً وشكراناً كي يتهلك هذك الدكار كي يتهلك آآآ كين واحد القادي يعود اسمه الوزن دياله اللي يخص يكون فيه الوزن دياله يخص يكون فيه ثلاثة أونس طافي كافي مره مره اوزنه وشوف حركة تعطيه ديال الماكلة إلا لقيته تزاد شي شوية طافي بده تقلل له الماكلة علاش؟ إلا مشتها تزاد راكي كي يبان في العين وكي تقول راهم زيان ولكن لا منيك يكون تكرر يعني يعني عامر ووافي بزاف وبده كيتشحم ومنظر راه عاطيه ولكن هو منيك يكون كيتزاوج سمو كيدير كي بده يتضرب في الكاش برجلية هذيك الضرب اللي كي يضربو إلا مشتها كان تقيل وبده كيتلع فوق النتوا ويعني وحد وبده كيتطلع وبده كي يضرب هذيك الضرب إحنا كنسميه كيتعرقب هي أنه كي يقول لي عنده واحد جرور على مستوى الأرجل الخلفية إلا مشتها تعرقب كي يقول لي هو بغي يطلع فوق النتوا ولكن بشي يصق فوق منها ويركز على رجليه ما يقنش كي يقول لي صافي ما قادش أنه يكون عنده باقي فيه السائل منويدياله وبغي يلقح ولكن كي يطلع كي يضربو رجليه كي بده ينزل فوق النتوا صافي يعني ما بقاش خدام إذا العدد من النتوات اللي نقدرون نعطيوها صافي ثلاثة النتوات كافين إلا مشتها هذا لا عندكم بش قاطع كبير بالنسبة لي يكن نخلي جوجدوكو أعود كالول هذا اللي راني خدام به وخلا راي تطلبو لي واحد السيد هذا حسيس به أنه صافي قادر أنه يعني يلقح ويعود يلقح قادية النتوات ما كيكونوش في نهار واحد كيكونو مختلفين وهدي ولدة مثلا في 12 ولدة هدي في الجوج هدي في ثلاثة المهم كل واحد كي كل نتوكو تلقح في واحد لا ذات يعني اسموه يعني أنه هاد النهار لقحتي به هاد النهار بحال عطيتي واحد فرصة يوم ولغد لي عاد لقحته بشي مشكيه يصفي كتعطيه واحد فرصة بشي يرتاح النتوات السائل المانوي قلت لكم مره والصحة ديوله إلا بشي تكترتوا عليه عيقتوا عليه بالنتوات أكثر الناس يكريو يجيب يعطيني القدو القدو واللقح لك يعطيني ثلاثة نتوات ربعات نتوات ويجيب عتاني العشية ويزيدوا ثلاثة نتوات ويقولي في النهار واحد ملقحت ثمانية نتوات ذكر كيت تهلك كونوا متأكدين هاداكوخي يكون كامل الفحولة واحد لو قيته لا يقولي قاد يقولي مالوك إذا تقدروا تعطيه ثلاثة نتوات يسأل مع مع اللولات الثانية الثالثة قاع صافي وغد لي صافي يرتاح اني ماشي وراء آلة يعني ديال التلقيح لا شوية هكا يعني تهومي كراش باختراس يعني كيبغي النتوة كيشوف النتوة كيبقى يدور عليها ويشمها مرة أخرى إلا مشي تهلكته يقولي يشوف النتوة يقلس حداها يشم فيها جوش شمات ويتجبد حداها صافي أنه ما قادش أنه ويدير شي حاجة تما صافي كي تقولي القادية ماشية هذه كي يقولي كي تهلك القادية ديال الوزن ديما راقبه راقبه ما يكونش غلائده تقيل بزاف وخي يكون هكا راشيق هذا كرا هو اللي كي تلعفوا من النتوة وكي يجيب عدد مزيلا القادية ديال يالله 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 ببلغ يعني عنده أربعة شهور هذا كعطيه النتوة صغيرة وكي يجيب عدده وبحال هذا فبعد شكل هذا أو هذا شكل هذا هذا عطيه النتوة كبيرة فأي تاوال داو والداو والده ماشي مشكلة لأنه كبير كتكون عاوديني كبيرة كتكون ولدت ولدت هذا الذكر الصغير حاولو تعطيه للصغيرة على أنه ما كيكونش تقيل عليها بزاف وما كيكونش هو بحل يتعامل بقصاور كيكون يا الله عد صغير كيكون يجيو موالمين وخاكي يعطيه عدد صغير هي أو تانيك تعودوها على الولادة أما الذكر الكبير عطيه شي وحدة كبيرة صف هذا هو الخلاصة ديال هاد الموضوع ديال هاد النار إذن إلى عجبكم هاد الفيديو شاركوا معنا الناس لي كي يصفتونا التعالق طيبة كان كنرحب بهم وكان شكرهم بزاف لأن امرأة مساندي النيت اكتسبت أصدقاء بزاف في هذه القناة الحمد لله والشكر لله الناس لي ما شاركوا معنا يشاركوا معنا لعد جداد تكيوا على زر الجرس كي يصير لكم الجديد ديالي إن شاء الله وتكيوا على زر الجرس باش تساندونا وإلى